قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني إن الشباب الذين جاءوا من جامعات ومدارس مصر المختلفة استطاعوا توصيل صوتهم للحوار الوطني كما أكد مقرر اللجنة أن الشباب عرضوا المطالبة والتحديات التي يواجهونها مشيرا إلا أن هناك اهتماما حقيقيا بدعم الأنشطة الطلابية نحن النهاردة بجد لما تسمع صوت الشباب في عملية الاتحادات والأنشطة الطلابية والمطالب والتحديات والمشاكل اللي بيواجهوها سواء داخل المدارس وداخل الجامعات ويوصلوا صوتهم للحوار الوطني عشان نرفع توصيات لفخامة الرئيس نقدر نجذب أكبر عدد من شبابنا لنحن نحقق معهم نجاح حقيقي لعملية التمكين السياسي أمرنا ما نقدر نعملها إلا ما بقى فيه اهتمام كبير جدا بدعم اتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية نهاردة صوت الشباب كان بيطالب أكتر من حاجة نحن عندنا خمس لجان نوعية داخل اتحادات الطلاب والمدارس وعندنا سبع لجان نوعية داخل اتحادات طلاب الجامعات